من خلال قناة نادي الزمالك واللي انا هقوله ده مش عيب على فكرة ان انا اعتذر لجمهور النادي الاهلي العظيم واعتذر لمسؤولي النادي الاهلي ومجلس ادارته الشخصيات المحترمة والمرموقة اللي موجودة في مجلس ادارة النادي الاهلي واعتذر ايضا لكل اعلاميين مصر وبعتذر ان انا كنت شخص مسير للفتنة والتعصب بعد ما رجعت نفسي ووجدت ان انا كنت على خطأ ولابد من الاعتذار وليس عيبا ان يعتذر الشخص بعد ما يحس انه اخطأ فاتمنى قبول اعتذاري من مجلس ادارة النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي العظيم ومن النادي الاهلي صاحب القيم والمبادئ واللي تعلمنا منه كتير الفترة الاخيرة نازل الوقت بتتفرج عليها وتستغربني قوي انت بتعتذر بجد يا خالد اه بعتذر مش عيب مش عيب ان انا اعتذر ان انا كنت ماسك في توجه اعلامي كنت اعتقد ان هو توجه الاعلامي السليم لكن على ارض الواقع لقيت ان انا ماشي ضد الطيار واعتذاري ده مش بس هيكون اعتذار بالكلام لازم يكون اعتذار عن طريق حاجات انتوا هتشوفوها دلوقتي حالا وهتتأكدوا ان انا فعلا كنت مخطئ ومخطئ خطأ كبير جدا نبتدي حلقتنا من برنامج زمال كاوي واللي فيها هاعتذر لاصغر اهلاوي والاكبر اهلاوي وهاعتذر لمجلس ادارة النادي الاهلي وهاعتذر للمهندس عدل القيعي شخصية المحترمة وهاعتذر للمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي وهاعتذر للاعلامي الكبير اللي بدأ الاعلام الرياضي في مصر كابتن احمد شوبير وبرضو هنتعلم من اعلامين كبار زي كابتن متحة شلبي والزميل اللي انا بعتذي به جدا زي الزميل ابراهيم فايق زي الزميل محمد الليسي ده يعني ناس كتير قوي انا هعتذر لهم على الهواء مباشرة دلوقتي وانا اعتقد اتمنى انتوا تقبلوا اعتذاري